وعقب الاجتماع عقد وزير خارجية السعودي فيصل ابن فرحان عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع جوزب بريل ووزير الخارجية النرويجي دعا فيه إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وصفا الوضع الإنساني بأنه غير مقبول على الإطلاق وأضاف بن فرحان الذي يترأس اجتماع اللجنة الوزرية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن تطورات في قطاع غزة أضاف أن إسرائيل تتخذ قطوات إضافية لا تؤثر على المدنيين في غزة بل تطال المدنيين في الضفة الغربية لا بد من وقف إطلاق النار على الفور وهناك إجماع متزايد وأعتقد أن الجميع في العالم تقريبا يتفقون على أن الوقف الفوري لإطلاق النار ضروري بما يشمل أيضا إطلاق صراح المحتجزين ولكن الوضع الإنساني في غزة مستمر في التدهور بسرعة وبطريقة غير مقبولة على الإطلاق وكما ذكرنا فإننا نشهد خطوات إضافية تتخذها إسرائيل لا تؤثر على المدنيين في غزة فحسب بل تضع أيضا المدنيين في الضفة الغربية في وضع صعب للغاية